وفي خبر آخر قال المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد قال أن الاحتياجات المالية لأحد عشرة دولة عربية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفئة تقدر بنحو 71 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030 وأضاف السعد في كلمته بالمؤتمر العربي للتعاون حول التغير المناخي المنعقد بالكويت أوضح أن الاستثمارات بالتغير المناخي في الدول العربية بلغت 2.5% من إجمالي الاستثمارات التي بلغت قيمتها نحو 633 مليار دولار وأوضح أن المؤتمر يسلط الضوء على أهم ما توصلت إليه دراسات تأثيرات تغير المناخ والمسارات المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض عالميا والتأثيرات الفعلية لتغير المناخ في الدول العربية وذكر السعد أن تكاليف احتياجات دول العالم لمواجهة تأثيرات التغير المناخي حتى عام 2030 تزيد على 24 تريليون دولار مشيرا إلى أن مساهمة الدول العربية في أسباب الاحترار منخفضة قياسيا إلى غيرها ترجمة نانسي قنقر